مفهول وقرآن بالمقلوب والزمالك هو جن ديب اتعانى خلاص سيد عماد ايه القرف ده زمال كوية هو فيها جماعة هو الانسي والجن كل ماتش عشد تجوان هو جن لا مش هتخش حال العودة دي رأس الحمد ربنا ومش في القرآن الكريم ان السحر بيفرق من الرجل ومرته خلاص لك انا وارا الولاد مش زعلان منه لانه انا زعلان منه ليه انا زعلان من جن ابن الوقت اقول لي مش عجب لانا بقوله في السحر والشعوازة يروح يشوف بالفيديو محام النادي الاهلي يدافع عن كهربا ويؤيد موقفه شاهد تصريحات بتسو مزيمان عن التعاقد مع النادي الزمالك رسميا السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب على مية جوال 14 برو ماكس وساحب على مية الف جنيه مصري كل الشروط تتفارق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة بالفيديو محام النادي الاهلي يدافع عن كهربا ويؤيد موقفه كشف محمد عثمان المستشار القانوني لنادي الاهلي عن موقف الاهلي من الدعوة المرفوع بشأن تشكيل لجنة الانضباط وقال عثمان في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاهلي استجابة لما تم طرحه مؤخرا بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية وبناء على ما جاء في الخطاب الوريد من الاتحاد المصري لكرة القدم وضاف عثمان والذي وكد فيه على التزام بلائحة النظام الاساسية وقيمه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العموية للقادم الاتحاد بوصف أصاحبة الحق في انتخاب اللجنة المستقلة لاتخاذ لازم قانونيا واكمل عثمان فقد قرر النادي ترك الخصوم في الطعن المقدم على إجراءة تشكيل لجنة الانضباط بعد تحقيق المطالب القانوني للنادي وتأكيد على أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط وليس القامات القضايا الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكل لها النادي كل التقدير والاحترام شاهد تصريحات بوتسو موسيماني عن التعاقد مع نادي الزمالك رسميا كشف العلامي وليد الحديد أن لجنوب فريقي بوتسو موسيماني طلب ضم ما يقرب من عشرة صفقات جديدة للفريق في الموسم المقبل نظيرة وليه تدريب الفريق في الموسم المقبل ويتفاوض الزمالك مع موسيماني في الوقت الحالي لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل وأضاف الحديد أن محمد الأشر فروغا لعب وسط فريق الزمالك طالب بالرحيل بشكل رسمي عن الفريق بالفيديو موسيماني واكد بشكل رسمي تعاقد نادي الزمالك معه كشف التقارير الصحفية عن دخول نادي براميدز في منافسة قوية مع الزمالك للتعاقد مع الجنوب أفريقي بوتسو موسيماني المدير الفني لفريق أهل جدة موسيماني مدرب لأهل السابق الذي نجح في قيادة المارد الأحمر لتحقيق لقب الدور أبطل أفريقيا مرتين وتحقيق برونزية مونديال الأندية في مناسبتين بات هدفا للزمالك وبراميدز بعد إعلانه نهاية مسيرته مع أهل جدة ونجح موسيماني في قيادة الراقي للعودة لدور روشنا السعودية بعد عام واحد من هبوطه لدور الدرجة الأولى السعودية وأكد التقارير الصحفي أن الزمالك دخلا في مفاوضات قوية مع بوتسو موسيماني لقيادة القلعة البيضاء بدا من الموسم المقبل كشف تقرير صحفي عن تطور جديد بشأن الوجهة المحتملة للجنوب أفريقي بوتسو موسيماني المدير الفني لفريقها لجدة سعودية بعد تأكد راحل عن الراقي بنهاية الموسم الليجاري وحسب صحيفتي ذا سوث أفريكان فإن بوتسو موسيماني مرشح لتدريب منتخب نيجيريا الفائز بوطولة أمم أفريقيا ثلاثة مرات وأضاف أن أوسم موسيماني ضمن خمسة مداربين على طاولة الاتحاد النيجيري لكرة القدم لخلافة البرتغالي جهوزي بوسيورو في تدريب النسور الخضراء وأسرة نمو سيماني مطلوفي نادي الترجي التونسي بعد استقالة نبي المعلول شاهد تصريحات أحمد سيد زيزو يعلن راحله رسميا عن الزمالك بعد مباراة الداخلية حددت المحكمة الإدارية العليا بدائرة فحص الطعون جلسة التاسع عشر من يونيو المقبل لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الحكم الصادر بإصدار قرار بزوال استفاته رئيسا للنادي واستبعاد من مجلس الإدارة واختصم مرتضى منصور في دعوه كل من وزير الشباب ورياضة ومدير مدورية الشباب ورياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الامبية المصرية بصفاتهما ومقيمي الدعوة الصادر فيها حكم القضاء الإدارية وهم ممدوع عباس وهن العتال وغيرهما شاهد تصريحات من مرتضى منصور بعد مباراة الزمالك والداخلية نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حصد بطولات جميع فرق الألعاب الجمعية بعد عودته من تجميد رئاسة للقلعة البيضاء وعلق مرتضى خلال بيانه المنشور بطولات الزمالك بعد عودة من تجميد المجلس الموسم الماضي 12 بطولة في سنة واحدة رغم ذلك البعض يقولونه موسم كارثي وفشل مجلس الإدارة وأضاف في موسم تم حبس رئيس النادي وعزله بالإضافة للحجز على رصدة النادي من قبل ممدوع عباس رئيس الزمالك الأسبق وبها 100 مليون جنيه أول تعليق من المستشار تركيا للشيخ بعد راحل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك علق الكابتن أعماد متعب نجم المنتخب المصري والنادي الأهل السابق على ملاقات الأحمر والوداد المغربي في نهاي دور أبطال أفريقيا وقال أعماد متعب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدم العالمية لمس الحديد بقناة أون تايم إي لو النادي الأهل في حالته زي مباراة التراجه يكسب الوداد المغربي وأي حاد في نهاي أفريقيا وأضاف الأهم في نهاي دور أبطال أفريقيا روح لعابي نادي الأهلية وهي من سترجح كفة الفوز بالبطولة الأفريقية وتابع متعب لاعبون نادي الأهلية لديهم من الخبرات التي تساعدهم في الفوز على الوداد المغربي شاهد تصريحات محمود الخطيب عن مرتضى منصور بعد عزله من رئاسة الزمالك تردد في الساعة الأخيرة العديد من الأنباء والتقارير الصحفية التي أشرت إلى رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلية من القلعة الحمراء وذلك بعد فرمان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر برفض تواجد اللعب داخل الفريق الأحمر وضرورة رحيله خلال الفترة المقبلة لا سيما أن الفريق الأحمر ليس في حاجة إلى خدمات اللعب وأشرت التقارير الصحفية إلى أن هناك محاولات من جانب درة الكرة بالنادي الأهلية لرحيل البرازيلي بورنوسافيو على سبيل العارة أو فسخ تعقود بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلية والذي رفض استمرار اللعب داخل الفريق الأحمر ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلية جالسة مع لجنة التخطيط داخل النادي الأهل برئاسة محسن صالح من أجل الحديث عن الفترة المقبلة والصفقات التي يحتاجها الفريق الأحمر من أجل تجهيز للمباراة المقبل عليها الفريق الأحمر والبطولات القادمة وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلية إلى الدور نهاي لبطولة دوري أبطال إفريقيا أخيرا نشر في صبح يهز مصر ويعلن تسليم مرتضى منصور نادي الزمالك للوزارة أكد شريف حسين القام بعمال المدير التنفيذي بنادي الزمالك أنه لا أساس له من الصحة لما نشرت بعض المواقع من أخبار كاذبة نسبت فيها قرارات لو وجدت لها لمجلس الإدارة لنادي الزمالك بأنه اتخذ قرارا والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرأيكم في التعليقات هل سيتم وقف محمود عبد المنعم كهربا مدى الحياة؟ لا تنسوا أن تشاركون بأرأيكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة عن النبي